يقول هل المسح على الجوارب لا بد فيه من تفريج الأصابع أثناء المسح لا لا يلزم المسح كيفما حصل تحقق يمسح ظاهر الخف ولا يلزم أن يفرج أصابعه في المسح ولا أن يقبضها يجعلها على هيئتها المعتادة دون قبض ولا تفريج ويتحقق بذلك المسح ويكفي مسح الأغلب لا يلزم بل ذهب الفقهاء لو أنه مسح بأصبع كفاه الحمد لله